اهلا وسهلا بحضرتكم عظر الدكتور أشرف القدرة الناتق الرسمي باسم وزارة الصحة في قطاع غزة من ان المنظومة الصحية في القطاع باتت على شفاء الانهيار في ظل وجود الالاف من الجرحة والمرضى وايضا نقص الوقود وقال القدرة في تصريحات لوسائل الإعلام ان هناك خمسة مستشفيات فقط بتعمل مشيرا ايضا الى ان الامكانيات الطبية في هذه المستشفيات بتتضاءل مع مرور الوقت واضاف يفقد الكثيرون حياتهم بسبب عدم توفر الامكانيات الطبية والطاقات البشرية من التواقم الطبية وبيفترش المصابون الارض ويقيمون داخل خيام نصبت امام المستشفيات وذلك بسبب الاعداد الكبيرة للإصابات التي تفوق قدرة المستشفيات الاستعبية اذ بلغت نسبة الاشغال السريري داخل المستشفيات 170% قالت وزارة الصحة الفلسطينية لبي بي سي ان في 12 مستشفى و32 مركز الرعاية الاولية خرجوا من الخدمة بسبب عدم توفر الوخود وكان الهلال الاحمر الفلسطيني قال في بيان رسمي انه تسلم يوم الاحد من نظيره المصري عشر شاحنات بتحمل مواد غذائية ومستلزمات طبية عبر معبر رفح البري الحدودي وقال دكتور احمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني في قطاع غزة لبي بي سي ان المساعدات عبارة عن ماء ودواء وايضا غذاء ولكنها لا تكفي ليوم واحد واوضح ايضا ان المساعدات لم تتضمن الوقود الذي تحتاجه مستشفيات قطاع غزة وضاف وقال المنظومة الطبية انهارت من الاساس لكن الكوادر الطبية تعمل بالامكانيات المتاحة وان هناك حاجة ضرورية للوقود حتى لا تتوقف الخدمات الطبية بشكل كامل كان احمد ابو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية البصرية قال في بيان ان ادخال المساعدات عبر معبر رفح الى قطاع غزة بيواجه مشكلات لوجستية فرضها الجانب الاسرائيلي وقال كمان انها اشترطت على حد قول سلطات الاحتلال ضرورة تفتيش الحافلات بمعبر ناتسانيا الاسرائيلي وهو المعبر المقابل لمعبر العوجة المصري كمان حذر الدكتور اشرف القدرة من ان المستشفيات في قطاع غزة بتعاني نقص كبير في الاطباء واضاف وقال ربما لن نكون قادرين على التعابل مع الجرحة الذين سيتوفدون على مستشفيات غزة في القريب العاجل وقال كمان ان جروح المصابين غائرة جدا وتحتاج الى الكثير من الوقت لتضمضها وكذلك الى مضادات حيوية ومتابعة سريرية مكثفة كمان قال دكتور احمد جبريل المتحدث باسم الهلال الاحمر الفلسطيني في قطاع غزة ان هناك المئات من المصابين الذين لم نستطيع انقذهم بسبب استمرار القصف واستهداف التواقم الطبية في قطاع غزة وايضا طالب القدرة من المجتمع الدولي بارسال تواقم طبية الى قطاع غزة من اجل المساعدة في تخفيف حدة الازمة التي يعاني منها القطاع كانت وزارة الصحة في غزة صرحت خلال مؤتمر صحفي يوم الاحد بان حصيلة الاطباء الذين قتلوا منذ بداية الحرب وصل الى 116 طبيب وبان 25 سيارة اسعاف تم تدمرها بشكل كامل بالاضافة الى استهداف 57 مؤسسة صحية وحظر كمان المتحدث باسم وزارة الصحة في قطاع غزة وقال ان القطاع بيشهد كارثة صحية اذا استمر الحال كما هو عليه وقال كمان ان مئات الالاف نزحوا باتجاه المستشفيات والمدارس حيث تواجد في كل مستشفى ما بين 30 الى 50 الف نازح وضاف وقال بتفتقر هذه الاعداد من النازحين الى المياه والنظافة الشخصية وهما قد يؤدي الى مشاكل صحية كبيرة وايضا انتشار اوبئة وامراض معادئة الحقيقة الوضع في غاية الاسف داخل قطاع غزة وبيتطلب تدخل عاجل من اجل انقاذ ما يمكن انقاذه وفي النهاية باشكر حضراتكم على حسن المتابعة وإلى اللقاء